طاقة الشمسية ما لازم يضيفون لها بطاريات حتى تشتغل ليل ونهار احنا بالبادئ اذا ما تقلمه السيقي مستمر يعني انت اذا طفت بالليل من يجي الضيل ما تشتغل الثاني يوم انت همت تقريبا ساعتين اثلاثة يلا الماء يهيج بالزرع هي مجزئة وممكن تعوض الكهرباء لكن اكو حالتين اول واحدة لازم تنفتح قروض بالمصرف الزراعي وحتى نسلم الفلاح عن طريق المصرف الزراعي اثنيا لازم الشركات تخفض اسعارها لان اسعارها عالية وتضيف بطاريات حتى تكون تشتغل ليل ونهار هي ناجحة اذا بحيث الشرطة ينذني كملا تنفتح القروض ويضيفون بطاريات وينزلون اسعارهم لان اسعارهم عالية انا شايفها ناجحة واعرف بها ناجحة ولكن شنه بيعني باربعين مليون وستين مليون اقدر اشتري فشراد لازم اسعارهم شوية تنزل وكو قروض على المصرف الزراعي موسيقى موسيقى